مرة ثانية أنا برضو بشكر أستاذي الدكتور مصباح والدكتور خالد وكل الهيئة المنظمة يشرفني أقدم أستاذ عزيز على قلبي وبروفيسور من الإميننت بروفيسور أوف ديابيتس والإندوكرينولوجي الأستاذ دكور محمد عوض أستاذ أمراض البطنة والسكر جمعت زأزيق وشرقاوي زي حالاتي كده وهيكلمنا على الـ ADA Guideline أستاذ ذكر محمد السلام عليكم طبعاً بشكر أستاذ دكتور مصباح على الدعوة الكريمة وكل الستاف ميمبر بتاع الإويدة والـ IDF على الدعوة للـ Guideline Session اللي يمكن بدأتها بالـ ADA Standard of Medical Care زي ما أنا بسميها الدستور الأمريكي اللي بيطلع مع بداية كل سنة وبيحط recommendations يمكن الوقت مش هسعفنا دول حوالي تنتمية حاجة وعشرين سلايدس في كل أوجه الـ Diabetes إنما هناخد فيما تعلق الـ Type 2 Diabetes as من حاجة المطاعدة والـ Diagnosis والـ Management والكلام الجديد كل الـ كلام الـ Highlighted هو ده اللي طلع في الإصدار بتاع السنة هذه هي الأفضل اللي بتطلع يمكن آخر يناير أو الفبراير وبينزل بتاعها على البروفيشنال ضعبيتس ديب أورغ أهم تشينجز حصلت في هذا الجايد لاين هو قوة الركومنديشن وبالتالي بقى وضع البرسون لأنه هما ضد أنه العيان بتاع الضعبيتس يمكن كنت بتناقش مع ياسر مبارع على بيبول ويس ديابيتس أو بيرسون ويس ديابيتس هما معتمدين أنه العيان الديابيتك هو مش بيشنت هو بيرسون ويس ديابيتس مهم اللغة اللي تكلموا بيها وأدي إيه الليفل أوف أوف انسوسياس والجريدينج بتاع الركومنديشن أول حاجة وفجئنا بالساشن الأولين هم عبارة عن 12 ساشن في الأي دي اي هناخد الجزء الأولاني لأنه دي نقطة مهمة جدة أنه أول مرة في تاريخ الأي دي اي يتحط شيط واضح وصريح للمانيجمنت أوف يور ديابيتك بيشنت إنك في الهيستوري هتعمل إيه اللي هتعملها قادي الشيط اللي حطوه أول مرة في الإي دي ايه يسكر هذا الشيط ريجاردين الباست ميديكال هستوري الفاميلي هستوري زي ما حضراتكم شايفين أو كل الكاركتريستيكس دي موجودة ويمكن الجايد لاين مش بقيد عن الناس ده هم بيفتحوه يمكن الحاجة الوحيدة في الإي دي اللي بيفتحوها هو هذا الستاندار أوف ميديكال كير فحطت الباست ميديكال هستوري أسأل على إيه الدينتال فيزيتس الاي إجزامينيشن يوريناري آلبوم الكرياتين ريشيو الإي جي اف آر كل برضو من الحاجات المهمة جدا البيهيفير فاكتورز الميديكيشن والفاكسينيشن وأهم شيء يمكن كانواخد مساحة كبيرة جدا وأنا اختزلته لأنه التكنولوجي الضعابيتس تكنولوجي يواخد مساحة في هذا الجايد لاينز كبيرة جدا وأهمية السي جي ام أو الكنتينيوس جولوكوز منوترينج هذه الفيزيكال إيجزامينيشن بما فيها السيرويد يا جماعة ودي حقيقة مهمة مفيش حين عنده طيب 2 ضعابيتس أو طيب 1 ضعابيتس عب قوي لما ما عملوش بالباو بالإيجزامينيشن للسيرويد أو لو أنا شاكك في وجود بريتل ضعابيتس اما إبسوئة حين لديك الضعابيتس المستشuming ما أكثرها في العين الديابيتك يجب أن تنظر حين لديك الضعابيتس أو لو العين عنده وعنده ماركد محاولة حين لديك السرطات حين لديك الضعابيتس من الحنوة حيبرغليسيهم برضو الكوجنيتف فانكشنز السيرم كرياتين والاستيميت جي افو ار التي اس اتش وحاجة مهمة جدا حطوها بالذات اللي عن ناسي على ميتفورمين بيزد سيرابي هو الاسيسمينت فيتامين بي تولف لانه كلنا عارفين انه الميتفورمين قد يؤثر على امتصاص الفيتامين بي تولف نجي للجديد في الساكشن التاني ريجاردين دااجنوزيز كلاسيفيكيشنوف دااجنوزيز بقى امور استراكشرت عملوو الارجوريزم لما توه في العينين اللي جايين في الجري زون عشرين خمسة وعشرين سنة منش عارف دا طيب وان ولا طيب تو حاطط لستراكشرت الارجوريزم لكلاسيفيكيشنوف دااجنوزيز اهمية لسكرينينج بتاع الديابيتيز اماند الانتي سايكوتيك وما اكثر اليوزر لالانتي سايكوتيك ميديكيشن وبالتالي حط لها فقرة زي ما هنشوف الجزء دول الجزءين الجودات في الركومنديشن إنه لو عندي أو لو فيه سيفير كتابوليك سيمتمز والكاجوال بلد جولوكوز فوق المتين طيب أي كاجوال بلد جولوكوز وما عنديش كتابوليك بنيفستيشن عمري ما أقول إنه ضياباتيكس إلا لما أعمله استراكشل جنوستيك تولز إنه اللي عنده يعمل فاستينج وتو أور بوست برانديل أفتر إيه خمسة وسبعين جرام جولوكوز اللي احنا بنعملهاش العيام بيروح صايم وبعدين ينزل يا يأكل سندويتش حلاوة يا يجيب سندويتش فلو طعمية وبعدين يروح ييز بعد ساعتين ويضونت هاف استانداردايزد مستدولوجي فور داياجنوز هذه الكلاسيك داياجنوستيك تولز ما فيش فيها تجديد إنما التجديد في الحتة دي إنه لازم كلاسيفاين بيبول وزهايبر غليسيميا انتو أبروبرت داياجنوستيك كاتيجوريز تو أد انذابرسوناليز منجمينت وقالهم دا قديم أنا عند السكر أربعة واحد اتنين جي أم واسبسيفيك تايبس في تايب وان ويليكم منديشن ليبل اف افيدنس بي قالوا في الاسيمتماتيك أو البريسيمتماتيك تايب وان أول مرة يتحط سكرينيج بالاوتو انتيبادس الجاد انتيبادي والانسولين اوتو انتيبادي وعطوها ليبل اف افيدنس بي الريكم منديشن الجديد فاربعة وعشرين انو الستندردايز الالتسل اوتو انتيبودي are recommended to confirm the diagnosis of type 1 among adolescent among الادلت الليتنت autoimmune diabetes this is a new recommendation 20 24 كلنا عارفين انو طايب وان واحد واثنين وثلاثة مفيش فيها تجديد وده الالجوريزم الجديد وده كان جاي من كونسنسس اتعمل ما بين الـ 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 طايب وان ديابيتس ويمكن انا كنت قلت المحاضرة دي في الضياء ايجيبت السنة القبل اللي فاتت فمهم جدا انو ريكلاسي فاي زا ديابيتك بوبيليشنز على حسب this autoantibodies يا اما طايب وان لو من الاول الاعيان ده عنده island cell antibody يس خلاص ما عندوش بص على الـ لو تحت الـ 35 يبقى في opportunity هنا انو قد يكون في طايب وان ديابيتس لو فوق 35 بص بقى على الـ وبص على الانسولين سكرتوري فانشن يمكن في الحالة دي هقدر اطلع حالات طايب وان امانج الادلت بوبوليشنز الجزء التاني في هذا الموضوع البريض ودي ريكومنديشنز جديدة حطينها الناس اللي على سازايد ديوريتيكس الناس اللي على استيرويد يوزر الناس اللي على ستاتين وبالتالي الناس اللي على انتي سايكوتك ميديكيشنز هم بيقترحهم سكرينينج للبريض ديوريتيكس وعطوها level of evidence which is expert opinion not evident by evidence الناس اللي بيقدوا انتي سايكوتك ميديكيشنز لازم بيزلين سكرين فور ديوريتيكس وتقريبا كل سانة هاعمل سكرينينج level of evidence بي وقادي كلنا عارفين هذه الكريتيريا بتاعت البيريض ديوريتيكس من الريشيال بريدس بوزيشن من الجي دي ام من المتابوليك بروفايل من الهيموغلوب من اونسي الليبت بروفايل كل ده نقطة في غاية الاهمية انما حتة جديدة لسكرينينج of the adolescent and the adult with بريض ديوريتيكس وقال لهم gdm and develop obesity later on وقال لهم في الاكسوكراين بنكرياس او البانكرياتيك ضابيتس الناس اللي عندهم جال لهم كورونيك بنكريا تايتس ويمكن انا في السيار اما عاملين جلسة على الكورونيك بنكريا تايتس وعلاقتها بالضابيتس ان انا شود انيوالي مش شود مايت بي انه ادفايز انه من كل تلاتة لستة شهور اعمل سكرينينج للضابيتس اي اي بي بول اي انديفيديو جال لكورونيك بنكريا تايتس كل من تلاتة لستة شهور دور على الضابيتس في في لا تعتمد عليه مجلوب من واعتمد فقط على خراءات السكر انما برضو مهم ان انا اعمل لالأطفال من سن عشر سنين اللي عندهم سيستي فيبروزيس فور زبو سيبو سيبوليتي اوف ديولوبين دابيتس نيجي بقى للزاتونة هم حكتين الاوبستي والجليسيميك مانيجمنت في هذا السكشن انا عندي ستة بوينت مهمين تم تحدثهم في هذا واحد اهمية الويت مانيجمنت كاهمية استراتيجية يجب انك تحطيها في دماغك وين تريد بيشن ويس دابيتس ان اتنين الاعتماد على البيئ ام اي غير كافي الام بادي والجماعة بتقول النوتريشن ذات السهوات كلنا عملنا النوتريشن كلنا ترمينا في حضن النوتريشن الاعتماد على البيئ ام اي قد يكون اعتماد خاطئ الويت مانتنانس بروغرام نقطة مهمة يو هف تو اندفيدولايز يور بيشن اهمية الانكريتين بيز وبالذات الانجيكتابل ودور الديول او التوين كريتين جي اللي بي جي اي بي دور مهم ومستحدث في هذا الجايد لانس قالوا ايه قالوا الاوبستي مهمة جدا والاعتماد في التشخيص على البيئ ام اي غير كافي مهم منك تعمل الحاجات التانية دي نقطة جديدة في عشرين اربعة وعشرين مونتور وبيستي ريليت انس رو بومتريك مجرم اي اي اكوموديشن شود بي شود بي ميد توبورفايد ايني انس رو بومتريك مجر اذا انا خلاص المظورة موجودة عشان نقسم موحيط الخصر ونقسم موحيط الهنش ونعمل الهيب الوست وهيبريشو والوست موحيط ان انا عملت القصة دي ويا حبزة لو عملت من عشر الخمستاشر موحيط 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 الانديبيدوليزيشن اوفزا سيرابي يبقى لما بعمل من عشرة لخمستاشر في المية من الويت مانيجمينت بعمل ريميشن للضيابيتيس وليفل افيدنس بي لسه ما خدشي انما اللي خد ايه هو الفايف برسنت الفرماكو سيرابي اهمية الجلوكاجون لايك ريسيبتور وان او وخدوا افيدنس الميتابوليك سورجري برضو فيها نقطة جديدة حطهم فوق السبعة وعشرين في الاسيان والامريكان انديفيديوال وسكو موربيديتز والقانون اكتر من او يساوي تلاتين والميتابوليك سورجري واغداء افيدنس افيدنس في انواع الغابيتس وعلاقتها بالجاسترو انتستينا كومبليكيشن ليبل افيدنس اي مهم انك تومونتور الناس دو لانه الويت لص ممكن بعد العملية ما يكونش على ايه على يعني زي ما العيان عايز نجي بقى الجزء المهم الفارماكوسيربي طايب وان انسولين ثم انسولين ثم انسولين وتم النص على البيزال بولوس للطايب وان عبقوا يا جماعة لما لقى عيال طايب وان جاية ببريميكسد انسولين ال اي دي اي افيدنس اي لازم بيزال بولوس والاوتوميتد انسولين دريفلي ده البقى الفشخرة بتاعت الامريكان وصلت لانه ليفل افيدنس اي نقطة مهمة جدا المونوترينج والسي جي ام الكلام ده كله يعني طبعا حلو جميل بس كستلي الجلوكاجون في الهايبو جليسيميا ليفل افيدنس اي مهم جدا انكتيري افاليويت زي انسولين بلان وده بنشوف يمكن في الاعيال الواقع بياخد ال بياخد ال اراتي لنفسك اصدقات الى الواقع ده كلام جديد وليفل افيدنس اي انك في الى طيب او ديوبيتس يجب انت بياخد من الواقع مهم انقه اصدقات جليسيميق والسي مهم أنك تعمل ريسك سواء الكاردوفسكولير يبقى أنت في اتجاه الانكرتين بيس دي سيرابي الناس اللي عندهم على هارتفيلير أو كورونيك كيدني دي سيز فأنت في اتجاه السوديم جولوكوس كو ترانس بورطر تو وقالهم أنه الاتنين دول بي تو سي يمكن قريب الجمع ما بين السوديم جولوكوس كو ترانس بورطر تو والانكرتين بيس دي سيرابي مطلوب ان انا استخدم التو كلاسيز دول مع بعض بالذات في الناس اللي عندهم كو موربد كونتشنز الانشيشن أوف انسولين دي جديدة فوق التلتمية والهمو جلوب من اي وانسي فوق العشرة وعنده كتابوليك مانفستيشن لازم تبدأ جي البي اذا يمكن الجديد اللي تقال في هذا الكلام في الطائب تو دابيتس الكلاسيشن عشان يفرق طائب وان والطائب تو في الادوليسنت في السيستيك فيبروزيس الناس اللي عندهم اوبيستي والويت مانيجمنت الناس اللي عندهم كوموربد كونتشن انت بتدور على الدراجز اللي بروفين وسكارديورينا بوتينشيالتي يمكن دي طبعا الجايد لاينز ده او الستاندر افكير ده كبير جدا يمكن دي اكتر حاجة العيان اللي عنده طائب تو دابيتس يستفيد منه شكرا جديد شكرا تراوت شكرين يعني